اجتماع رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تهدف إلى المشاركة في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري والمساهمة في جهود الحكومة للتحول الرقمي وميكانة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي وكذلك تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر وقد وجه الرئيس بالاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنياته الأساسية نظراً للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة بما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي وكذلك خطط الدولة للشؤول المالي وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين وقد وجه الرئيس بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة في إطار الدراسات التكنولوجية باعتبارهم إحدى دعائم القوى الداعمة لمصر في إطار خططها للتحول الرقمي وذلك في إطار الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلي لسوق العمل والدراسات الأكاديمية وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فيما يتعلق بتعزيز جهود الحكومة للتحول الرقمي والتي شاملت أعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية وكذلك مبادرة منصة مصر الرقمية وكرت الخدمات الموحد ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحي إلى جانب مشروع الرقم القومي للعقارات وترقيص الثروة العقارية وفيما يتعلق بدور قطاع الاتصالات في تعزيز محور بناء الإنسان المصري تم عرض جهود التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية فضلاً عن مشروع إنشاء مدينة المعارفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات إلى جانب جامعة مصر المعلوماتية وكذلك مجمعات التدريب والإبداع التكنولوجيا على مستوى الجمهورية وفي إطار جهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية عرض وزير الاتصالات جهود تطوير بنية الإنترنت وتوطين صناعة كبلات الألياف الضوئية محلياً إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالي فضلاً عن تعزيز تطبيق معايير الأمن السبراني في ضوء التوجه نحو الاعتماد على رقمنا والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي وكذلك المشروعات الحيوية لقطاع الاتصالات في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة